فرحب بكم أعزائكم شاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أمن العقل ومازلنا بنوحظ لكم أحداث وقوة معركة أين الله الجزء التسعة وتمين من عنوان حلقتنا تيوس في زريبة ونواصل مع بعض تكفير المذهب الأشعالي والمذهب السلفي بعضهم لبعض وطبعاً المذهب الأشعالي هو مذهب الأصدر وعقيدة زي ما قلنا قبل كده يعني غالبية الوطن العربي واللي بيمثل 95% من المسلمين وأفضتكم يعني بجزء من اللي قاله إبراهيم عيسى في البتر اللي الجاوه وشوف مع بعض يعني بياخذوا مصر بقى ويحاولوا يقدموا السلفية كأنها المذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وإنه المسلم وإحنا أصحنا سنة فلازم يبقى سلفيين هذا أمر أبعد ما يكون عن الحقيق لازم تعرف حقيقة مذهبة انت المصريين عمرهم ما كانوا سلفيين وأدعو من الله لله عز وجل يعني دعاءاً حاراً خالصاً مخلصاً إنه ألا تكون مصر أبداً سلفية الأجيال اللي تربط خلال الأربعين سنة والخمسين سنة اللي فاتوا بيمرسوا السلفية وبيفهموها وبيتعاملوا بيها ويمشوا ورفتويها وهم مش عارفين مذهبهم هم إيه أصلاً كمصريين وإنه مذهب السلفي ده مخاصم إن لم يكن عدو للمذهب الأشعاري بل بيكفر بعضهم بعض غلات السلفيين بيكفروا الأشاعرة المصريين يعني وبيكفروا الأظهر الأشعاري وبعضهم الرقيق الحاني وزي ما شفنا إبراهيم عيسى بيأكد إن المذهب السلفي ده مخاصم وإن لم يكن عدو للمذهب الأشعاري بل بيكفر بعضهم البعض وأنا عرضت حلقة قبل كده عن إزاي الشيوخ بيكفروا بعض كل واحد فيهم بيطعم فعفضت للآخر لأن كل واحد عنده إله مختلف في صفاته عن الإله الآخر فبالتالي بيكفروا بعض إبراهيم عيسى خايف على مصر من أن الفكر السلفي يتحكم فيها وبيحذرهم أنهم بيمرسوا السلفية وفتويها من غرفة بيأخذوا برد حد ممكن يقول لي أنا مش هعترف بالشيخ عمد رفعت مثلا ولا الشيخ عبد القادر الحسين علماء زمان ما كانوش كده نشوف أمثلة من علماء زي الألباني وابن باز وكمان هنشوف علماء من علماء زمان كانوا بيعملوا إيه نشوف أول مرجع من فتوى من إسلام ويب وشوفوا معي بيقول كده من فتوى إسلام ويب أن الاختلاف بين أئمة كبار واحد يعني بيسأل كالألباني وابن باز رحمهما الله ففي كتاب الألباني الرد المفحم بصراحة أسلوب سيء للغاية وتطاول على من يسميهم أمثلة واحد يعني متضايق من إيه من أن فيه يعني أئمة كبار كالألباني في نظرة وابن باز لما بيجوا بيردوا على بعض بيتطولوا هما بيردوا فهذا شوك الإجابة بيقول إيه الحمد لله بعد كده بعد ما قاعد يقول الحمد لله والصلاة والسلام والحاجات دي راح قال وما قد يصدر من بعضهم في حق بعض من كلام شديد فإنه لا يقتدى بهم فيه ولا يروى بل يطوى وقد قعد السلف في هذا الصدد قاعدة عظيمة وهي كلام الأكران يطوى ولا يروى وقد ورد معناها عن استحابة فعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال خذوا العلم من حيث وجدتم ولا حقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغيرون تغير أتيوس في الزريبة فيقول الزهبي كلام الأكران بعضهم في بعض لا يعبأ به ولا سيما إذا لاح لك إنه العداوة أو المسهب أو الحسد وما ينجو منهم إلا من قد عصم الله وما علمت إن عصرا من العصور سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدقين ولو شئتم لسرقت في ذلك كراريس والحقيقة يعني كلام ده في كل الأصور زي ما حضراتكم شفتوا يعني مش بس أماد رفعت وشيخ عبد القادر لا ده في كل الأصور والحالة الأصور المستخدمة في الرد على السؤال كمان غريبة السائل أصلا مستق من الألباني إنه بيتطاول على المخالفين فالإجابة بيقوله بما معنى إنه العلماء الدول زي توس في الزريبة كبرت بغاك من كلامهم وإن كلامهم ضد بعض يطوى ولا يروى أصلاً طيب خلينا تعالوا نشوف مع بعض إبو حجر إزاي كان بيطعم في ابن تيمية من كتاب الدرر كامنة يقول كده وأطلق ابن تيمية إلى الشام واترك الناس فيه شيعاً فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحماوية الوسطية وغيرهما من ذلك قوله أن اليد والقدم والسفل وكسفات حقوقية لله وإنه مستوع العرش بذاته قيل له يلزم من ذلك التحييز والانقسام فقال أنا لا أسلم أن التحييز والانقسام من خواص الأجسام فألزمه بأنه يقول بتحييز في ذات الضغط ابن حجر العصقالي بيقول أن في كتاب الضرر كاملة أن في ناس قالت على ابن تيمية أنه من المجسامة لأنه بيقول اليد والقدم والسفل والسفل وكسفات حقوقية لله وأنه مستوع العرش بذاته وخالياً نكمل المرجع ونشوفه ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي لا يستغاز به وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله أنه كان مكذوراً حيث وما توجه أنه حاول الخلافة مراراً فلم ينالها وأنه قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب الرئاسة وأن أثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شايفاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً لا يصح إسلامه وزي ما شكنا أن ابن حجر قال أن في ناس قالت عن ابن ديمية زندير لأنه نفل استغسل برسول الإسلام وأن ابن ديمية ناس قالت علي منافق لأنه كان بيطعن في علي وقال عن علي أنه كان دايماً مخزول وأنه حاول الخلافة مراراً كثيرة كثيرة ولم ينالها وأن حروبه كلها كانت من أجل المنصب مش من أجل الدين وأنه أثمان كان بيحب المال وأبو بكر أسلم وهو شيخ بينما علي أسلم وهو طفل مش فهم حيثاً وزي ما شفنا إزاي بحجر العسقلاني طعم في ابن ديمية وأن في ناس منهم من نسبوا إلى التجسيم ومنهم من نسبوا إلى الزندقة ومنهم من نسبوا إلى المفق ونشوف الفيديو اللي الجاية هو برغم أنه لشيخ شياء لكن جاي بالكتاب وبيقرأ منه ونشوفها بعض هذه الدقيقة الواحدة أستغلها في كلمة أنقلها حتى يعرف المشاهد الكريم هذا الكتاب يخرجوه الدرر الكامنة في أعيان المئة ثامنة للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هنا في الصفحة 93 من الجزء الأول بشكل واضح وصريح هذا الذي أنا قلته للمشاهد الكريم يقول وافترق الناس في ابن تيمية الشيعا فمنهم من نسبه إلى التجسيم ومنهم من ينسبه إلى الزندقة ومنهم من ينسبه إلى النفاق ولذا قلت مرارا هذه مرة أخرى الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ابن حجر العسقلاني طبعة منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة 93 وزي ما شفنا أن ابن حجر كان بيطعم في ابن تيمية خلينا نشوف الشيخ عبد الرحمن الحقي وهو بيطعم في شيوك زي أبو حسن الأشعري وأبو حنيفة وخلينا نشوف مع بعض الفيديو لكن عاد أبو الحسن الأشعري أخمدوه أهل السنة لكن طبعا أضعف الأمور كل ما هتضعف قام عليها الهراوي وذكر فضائحة كلها في ذنب الكلب ذكر أنه بالشهادة الشهود ما كان يصلي والذي يصلي بدون وضوء وأن العدول في وقته في زمانه وفي مكانه كانوا يلعنون على المنام وكفرونه اللي أم مات وأن توبة هذه إنما يتوبة من الاعتزال إلى شر ثاني كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون ولا يعودون وزي ما شفنا الشيخ عبد الرحمن الحقي زي بيطعم في المرقئة واللي منهم أبو حسن الأشعري وأنه محدش يصدق أنه تاب يعني يا جماعة لو حد قال لكم أن أبو حسن الأشعري تاب ما تصدقهوش وأنه أصلا ما كانش بيصلي ولو صلى كان بيصلي بدون وضوء وأنه في عصره كانوا بيلعنوه على المنابر وبيكفروه وأنه تبته كانت عن الاعتزال إلى شر آخر اللي هو طبعا المذهب الأشعري ونشوفها يقول إيه كمان عن أبو حنيفة في الفيديو اللي جاي المشؤوم هذا أبو حنيفة ثم انتشرت إن أصلا من قال إن الأعمال داخلة في الإيمان حتى قال المشؤوم أبو حنيفة واللي سمع المشؤوم مستلف مبنى قاله هو أشأم واحد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة يقول إيماني كإيمان جبريل وميكا وإبراهيم ومحمد الشيخ عبد الرحمن الحقي بيطعم في أبو حنيفة ويقول عليه أنه أشأم واحد على أمة محمد وإني اللي سموه المشؤوم هو مستلف وأنا دلوقتي هختم حلقتي بقول ابن عبيس خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغيرون تغير التيوس في الزريبة وانتظروا من الحلقة الجاية وموصلة إزال علماء بيطعموا ببعض وإلى مقا لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكررد بعقل أنت من أقمل بعقل وإذا أرد بعقل أنت أكرر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا